اشتركوا في القناة لو لاحظت انه مؤخرا ما عاد يطلع صوت بهاتف الايفون فنحن بكل بساطة جايبين لك حل رائع لهي المشكلة من داخل هاتفك المحمول من دون اللجوء لمركز صيانة رح نحل هاي المشكلة طبعا انا واجهتني هاي المشكلة بهاتفي الايباد وحليت هاي المشكلة بالشكل الجذري ورائع من داخل هاتفي المحمول لتعرفوا كيف وشلون من حل هاي المشكلة فقط ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كنا اصدقائي رجعت لكم من جديد مثل ما زكرت ببداية الفيديو حاليا رح اشرح ان خطوة رائع جدا من قدر من خلالها نحل مشكلة انقطاع الصوت المفاجئ في هواتف الايفون لكن شباب قبل ما بلش شرح هاي الخطوة بتمنى منكم اول الشي تدعموا قناتنا هاي لتوصل لتنين مليون مشترك نعم شباب نحن هدفنا الوصول به القناة لتنين مليون مشترك لهيك اصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول لتنين مليون مشترك في اقرب بقت ممكن وبتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هاد الفيديو طبعا شباب بكل بساطة اول خطوة لازم قوم فيها حتى اتأكد انه هاتفي في خلل او ما في خلل بكل بساطة بتوجه الى منافذ الماكريفونات اللي موجودة بالهاتف مثل اللي لاحظين هاي المنافذ انا بتأكد منها انه انضيفه بالشكل كبير وينضيفه بالشكل سليم او ما فيها رطوبة اوساخ او بكل بساطة شباب بتوجه بجيب ابري او دبوس بقوم بتنظيف هذه الفتحات بشكل دقيق حتى اتأكد انه نطفت من الغبار بشكل نهائي طيب ازا انا صوت حل هاي المشكلة لكن المشكلة مازال قايمة ومع ذلك الصوت مازال مختفي بهات في الايفون بكل بساطة بتوجه الى منفذ السماعات الخاص فيني ازا كان عندي منفذ سماعات 3.5 ميلي الخاص بالسماعات الرأس ايضا بحاول نظفه بشكل دقيق اذا فيه غبار او فيه اوساخ او فيه رطوبة فالهاتف رح يقرأ انه فيه سماعات رأس فبالتالي رح يتوقف عمل الماكريفونات الموجود بالهاتف فبالتالي رح ينقطع الصوت عندك لذلك تأكد من تنظيف هاي الشي وايضا اذا كان هاتفك مثل الهاتفي انه بيدعم فقط منفذ تايب سي الخاص بالشحن والخاص بسماعات الرأس ايضا بنظف هذا المنفذ بشكل دقيق جدا وبشكل حذر حتى تأكد اذا ما فيه رطوبة او اوساخ طيب نحن وصلنا لهذه المرحلة ومع ذلك المشكلة مازالت قائمة بكل بساطة شباب الحل الاخير معنا هو انه نحن نتوجه الادادات او الضبط بعد منها ننزل على خيار عام بهذا الشكل بعد منها ننزل الاسفل على خيار نقل واعادة تعيين ايباد او نقل واعادة تعيين ايفون بكل بساطة بضغط عليها مجرد ما ضغط عليها بكل بساطة عندي هون اعادة تعيين ركزوا معي على اعادة تعيين هون انا شو بدي اعمل اعادة تعيين بكل بساطة بتضغط على اول خيار واعادة تعيين جميع الادادات لا تطلق صديقي ما رح ينحزف عندك شي من الايباد او من الهاتف الايفون نهائيا رح يضل كل شيء مثل ما هو تطبيقات الصور ما رح ينهذف شيء نهائيا فقط رح يتم اعادة ضبط الاعدادات الخاصة بالايفون الى الاعدادات الافتراضية كأنك انت جاي بالايفون جديد وفاتحه من الكارتوني حديثا بكل بساطة بحط الاعادة تعيين جميع الاعدادات هونه بيطلب مني رمز الدخول الخاص بالايفون بكتب رمز الدخول وبكل بساطة بحطه اعادة تعيين وهي الطريقة بيكون نحن حلينا المشكلة بالشكل جذري وقاطع متمنى ان يكون افاتكم وعجبكم هاد الفيديو